تحت شعار لا للنسيان وقف أبناء الجالية الجزائرية في مدينة بوردو الفرنسية وهي من أهمية المدن في فرنسا للتذكير والوقوف دقيقة للصمت أمام أرواح من قتلوا واستشهدوا في ذات السابع عشر من أكتوبر واحد وستين تسعمائة وألف للمطالب بحرية واستخلال الجزائر وشعبها نحن نصبع هنا بوردو و أتنقل أنا أستهد بودجيما ويالك القتال في شعب مدينة بوردو الفرنسية وعقيتين بوسنا وفي 2019 نصبع من طمعنا أصف تحبير جزائزة في المدينة بوردو الفرنسية ربما في بوردو الفرنسية الداخل من ربنة باري نحن نظر أن هذه المدينة بوردتنا بقول أن هذه السياحة بمترضى كذلك الفرنسية بحراءير وأن هذه المدينة تحبيرل يجب كثيرا الي عاني ونظرنا أن هذه المنفستات سيكون مدينة كل عامنا سيكون هنا في بوردو 10 أكتوبر لكوميموري سيموار مدينة بوردو لم تكن الوحيدة داخل الأراضي الفرنسية فقد دحية الجالية الجزائرية الموعد والذكرى الأليمة في كافة المدن الفرنسية ودول المهجر حتى الفرنسي لا ترى أنها مدينة هو قرام الإخلاف كما هو السلام الوحيدة الذي كانت ترى على جنوات الجزائرية وقد فعلت أنه مدينة الوحيدة لأنه في كل ما جيدا وقد ترقمنا أيضا أن الفرنس يجبع ومدينة وهذا النظر مدينة تعلق في الموت الزقد 10 أكتوبر 1961 في مدينة يسببا لأطولة المؤسسسة الفرنسي مواسسة مورية معظمة فتزال الجالية الجزائرية واقفة اليوم كما في الأمس لتذكير أن أبناء الوطن لم ولن تفرقهم المسافات في الماضي كما في الحاضر وفي المستقبل رحم الله الشهداء الأبرار